وينضم إلينا من تونس دكتور منذر ثابت الأكاديمي والمحلل السياسي دكتور منذر هل الانتقادات التي توجه الآن إلى راشد الغنوشي هي ذات الانتقادات التي وجهت لقيس سعيد عندما قابل رجب طاب أردوغان أم ربما يا دكتور منذر الأمر هنا مختلف الأمر أكثر حدة في علاقة بالسيد راشد الغنوشي هو رئيس البرلمان وهو الآن موضوع انتقاد الطبقة السياسية باستثناء بعض الأحزاب إضافة إلى الرأي العام باعتباره رئيسا للبرلمان باعتبار أن الرجل كما قيل يعني هرع إلى أنقرة في ظرف يعني خسر فيه تشكيلة الحكومة التي انتقاها من خلال سيد الحبيب الجملي أيضا لابد من أن ننتبه إلى أن سيد راشد الغنوشي هو أيضا موضوع انتقاد من داخل حركة النهضة التي تطالبه الجناح المعارض داخل النهضة يطالب راشد الغنوشي بالتنحي عن قيادة الحركة والتفرغ إلى البرلمان إذن الإشكال هو إشكال مضاعف التوصيف يا دكتور منذر أريد منك توصيف الأمر هل هو جانبه الصواب راشد الغنوشي أعني في اختيار توقيت الزيارة أم أنه ذهب إلى رجل طب أردغان وهو في ورطة بعد فشل تمرير الحكومة من قبل البرلمان أيهما أقرب للواقع السياسي هنا بكل تأكيد هو الاجتماع كان مغلق مع رجب طيب أردغان يعني أن الأمر خاص وهم وخطير واضح أن المنصة الوحيدة التي يمكن أن يستند إليها راشد الغنوشي لاستمراره في تونس هي المنصة التركية هذا واضح خاصة بعد الإحساس الحاصلة للجميع بأن الدوحة تراجعت شيء ما عن دعمه وعن دعم مشروع الإسلام السياسي لكن حتى لو نظر إلى نص ما نشير على لسان يعني فقط لم تتبقى إلا تركيا لكن في النص حديث عن مجريات الأحداث في الإقليم بما يعني ماذا؟ أن أردغان قد يكون طالب من الغنوشي الضغط لتيسير دعم فيز السراج إذن لذلك فهناك تخوفات حقيقية باخل الطبقة السياسية محسن مرزوق زعيم حزب مشروع تونس سيد عبير موسي إضافة إلى الوزير الأسبق مبلو كرشيد يعني هذه تساؤلات حقيقية حول مضمون ومحسن هم والأحزاب أيضا يا دكتور منذر طالبوا راشد الغنوشي بسرعة الكشف عن تفاصيل هذا اللقاء والرجل كل ما قاله هو مسألة اللقاءات الشخصية هل في العرف السياسية دكتور منذر هناك معنى لكلمات اللقاءات الشخصية لشخصيات عامة سياسية ناهيك أنه رئيس البرلمان وأيضا حزب النهضة بالطبع هذا لا يوجد وزيارات شخصية التي لا يغطيها الأعلام ولا تتم في الأماكن الرسمية وتتم بصفة بعيدة كليا عن الأضواء ولا يصدر عنها أي بيان اللقاءات الشخصية يعني يمكن أن تتم وهذا في منتجعات خاصة كما هو في التقاليد الأمريكية لكن حتى في هذه الحالة ووفق الدور التركي وفي علاقة بالمعطأ الليبي فأن هذا اللقاء حتى وإن كان شخصيا له مضمون سياسي في هذا التوقيت بالذات وفي هذا الظرف بالتالي يعني أكيد أن البرلمان والقوى السياسية ستطالب سيد رجل غنوشي بأن يفسح عن مضمون هذا اللقاء وفي كل الحالات هذه الزيارة زادت في عزلاته خاصة وأن هناك مشروع لائحة أطلقه أنصار سيد عبير موسي الحزب الحر الدستوري أو الدستوري الحر بالأحرى لتنحية رجل غنوشي من رئاسة البرلمان هناك موجة معادية لحركة النهضة وهذه الموجة المعادية ضعفها رجل غنوشي بهذه الزيارة خاصة وأن المعطيات الأمنية أيضا الأخيرة المعطيات الأمنية ووجود واكتشاف أسلحة من صناعة تركية زادت في الاحترازات وزادت أيضا في التظنن حول المقاصد ورهنية الحقيقية من هذه الزيارة إذن الأزمة ستكون مضاعفة معارضة تستهدف رجل غنوشي لكن معارضة داخلية من داخل حركة النهضة كذلك تستهدفه واضح أن وضع النهضة الآن وضع دقيق ودقيق جدا ووضع رجل غنوشي على رأس النهضة أكثر دقة مما هو عليه في السابق شكرا جزيلا ضيفنا من تونس الدكتور منذر ثابت الأكاديمي والمحلل السياسي شكرا جزيلا دكتور على كل ما تفضل تبع شكرا جزيلا دكتور من داخل حركة النهضة اشتركوا في القناة